السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو اللي فات اتكلمنا على حسابات الجير ريشيو الجير بوكس كامل سواء مقفول انا مش شايف منه حاجة غير الدخول والقروب او انه مفتوح واقدر اعد عدد السنون بتاعة كل ترسل واحد وكل مرحلة لوحدية وبناء على عليه اقدر اعرف عدد اه الجير ريشيو وعدد السنون لكل ترسل لو انا عايز اصنع كمان طيب اطلوب مني غالبا ان اطلب قطع غيار ده زي زي مجموعات تروس سواء ترس واحد او ترسين او تروس كلها. الحالة الاولية بترس مسلا. الحاجات دي كلها انا مش ببقاش شايفها. هي جوة انا ما شفتهاش اصلا انا بطلب قطع غيار لجير بوكس ما شفتهوش. فعمل ايه? بتلاقي دايما عندك رسمة زي دي. رسمة زي دي تفصيلية بيسموها او رسمة قطع الغيار. المورد بيديك رسمة وبيديك كل قطعة في الرسمة كل باندي فيها واخد رقم وبيديك آآ لستة كده. كل رقم ده معناه ايه? عشان لما تيجي تطلب منه الحاجات بتاعته. وفيه حاجات ممكن تطلبها من غيره لانها بتبقى متوصفة كويس قوي. طيب. احنا حبينا نبسط عليكم شايفيني اللوحة دي? حبينا نبسطها عليكم فلونناها. لونناها ليه? عشان ناعرف الاول نقرض رسمة او نفهمها بسرعة بعد كده. فلوننا كل جزء آآ بلون. فهنلاحظ كده تعال نشوف بقى. ادي الجزء ده. لو لاحظنا الجزء ده اللي هو اللون ده متصل ادي موجود في حتة موجود في حتة تانية وموجود في حتة تالتة فوق وتحت. ده ايه? ده الفارقة بتاع الجسم كله. طيب نعرفهم ازاي? هنلاحظ ان اسلوب التهشير حتى ما غير الالوان بقى. اسلوب زاوية الميل بتاع التهشير اللي موجود. التخطيط زاوية ثابتة. فلما نلاحظ نجي نقرأ الرسمة ونلاحظ ان تزود التهشير ثابتة بنفس الكسافة وبنفس الميل يبقى ده جزء واحد. نفهمه من بعد جده ان هو ده جزء واحد. لو رجعنا للصورة دي هنلاقي اللي احنا بنبص عليه ده من غير تهشير. زاوية ثابتة. واتجاه ثابت ومعدل كسافة ثابتة. اهو. اللي هو ده. ده جسم نفسه من بره لم نسميه الفارقة. اهو هتلاقيه هو هنا. بصه زاوية التهشير ثابتة هو. هو هو هنا. هو هو هنا. هو هو هنا. يبقى لما نشوف كده في الرسمة نعرف ان ده جزء واحد. تمام? ده كله جزء واحد متصل. طيب. تعالوا نبص كده. ايه ده? ده غطى. بتهشر برضو اهو. شايفين زاوية التهشير? زاوية التهشير دي تقول ان ده قطعة. طيب. تعالوا نبص النحية التانية كده على السهم ده. ايه ده? لما نلاقي فاصل التهشير ابتدى يقلب. التهشير ابتدى يقلب جزئين جنب بعض. لكن التهشير فيهم واحد متهشر يمين والتاني متهشر شمال. او واحد متهشر تقيل واحد متهشر خفيف. يبقى ده فاصل. يبقى دول جزئين منفصلين. لو لاحزنا ان التهشير في اي مكان قلب اتجاه او كسافة او آآ آآ شكل الخط فنفهم جدا ندول جزئين منفصلين. تمام? ده ينطبق على كل حاجة في اللوحة دي بقى. لو لاحزنا هنلاقي آآ العمود بتاع المرحلة الاخيرة واخد خط العمود بتاع المرحلة اللي في النص واخد تهشير مختلف. كل ترسم اللي احنا شايفينهم هتا الاتنين الاصفر في اتنين اصفر هم. ده في خط فاصل لما نلاقي ابيوت كده في النص هو يبقى ده جزء منفصل عنده. دي لمحة بسيطة عن ازاي نقرأ رسمة. طيب. اي ده الرسمة بتاعتنا. الرسمة بتاعتنا ايه? بتلونة عشان نسهل عليكم. كل جزء فيها واخد رقم. تعالوا نشوف كده. مسلا الرقم المكتبين عليه رقم مية وخمسين. مية وخمسين في اقصى للشمال اهو. ده ايه? ده البيرنج الاولاني. البيرنج بتاع عمود الدخول. تمام? ده دي مروحة. واخد رقم مية وسبعين. ده بتاع عمود الدخول. ده اهو بيروح جاي. لو عايز يكبره لك شوية بياخد لك منه خط. ويعمل لك زي زوم او تكبير له على جنب. نيجي بعد كده. في بعض جيربوكسات بيحط بعد الاولسيل لابيرنس ليه? عشان يحمي الاولسيل ده من الطراب ومن المية ومن الرطوبة ويأكد على ان مش يحصل تسريب زيت. هنا ايه ده? ادي عمود الدخول اللي بنسميه الامبوت شافت او او عمود السرعة العالي او الهاي سبيت شافت. بعدين ادي بيرنج اهو تاني على عمود الدخول. واده في جوان اهو قدامنا. بعدين ادي عمود المرحلة المرحلة التانية او الترس التاني. بعدين هنا ادي بيرنج اهو راكب على المعمود المرحلة التانية والتالتة. واده بتاع المرحلة اللي معشق معها ترس البيبل الاولاني. واده الاتنين بيرج الناحية التانية ومنهم بيبقى كمان على فكرة في بعض الاحيان. باكستوب ده احنا شرحناه قبل كده اللي هو مانع دوران في اتجاه العكسي. واده العمود المرحلة التالتة. واده ترس اللي راكب على العمود ده ترس ده او شايفينه ترس المرحلة التالتة. وبعدين تاني. انا بس بنشوف ازاي نقرأ التفاصيل. وبعدين كمان. واده العمود الخروج النهائي اللي هو العمود المنقاض النهائي اللي خارجلي. العمود في الحالة دي عمود مجوف من جوة. في مكان خبور. بعدين ادي الترس الاخير اللي هو اكبر ترس على عمود الخروج. والايل سيل بتاعه. تمام? في ايل سيل يمين وايل سيل شمال. اهو اده واحد. واده التاني. طيب. واحيانا بيبقى في لابرانس زي ما قولي. طيب. انا لما اجي اطلب قطع غيار لاي جيربوكس. لازم ابقى عارف لوحة البيانات بتاعته رقمها كام? السيريال نمبر بتاعه رقم التسلسل بتاعه في شركته كام? اه انا طلبته منهم باردر رقم كام? طلبته منهم بامر تشغيل رقم كام? الطيب بتاعه نوعه وحجمه والجير ريشو بتاعته لو عندي تبقى كل دي المعلومات اللي محتاجة. وان كان يكفي عن كل دول اسم الشركة والسيريال نمبر اللي موجود على الجيربوكس نفسه. اللي هو لوحة بيانات الجيربوكس او رقم التسلسلي بتاعه. خيط. اهو. ادي الحاجات اللي لو قلناها دي. واجه اقول له بعدها. لازم احطها دي في الاول. وبعدين اقول له بعدها انا عايز الجزء رقم كزا في اللوحة. فيقوم يقول لي هو ده. طب تعالوا نشوف كده. قدي اللوحة. وقدي البنات احنا عايزينها. نمسك الاتنين دول ونكتبهم وبعدين نيجي نقول احنا عايزين ايه? عايزين مسلا البند رقم مية. فين بند رقم مية? اه ده البند رقم مية فوقهم اتعلم عليه بالازرق في الشمال. هو عمود الدخول للجيربوكس. العمود القائد الاولاني. في اللوحة رقم كام? رقم مية. يبقى هقولون ان رقمه في اللوحة رقم مية. تمام? في منه كم حتة? واحد لو احنا شايفين اهو. جنبها على طول. رقم واحدة باسمه ايه? اسمه هو الترس الصغير. واللي جنبه ده مقاساته في الشركة بتاعته. في الشركة اللي احنا هنشتري منها. اللي هي شركة الجيربوكس نفسه. تمام? والرقم الخامة بتاعته في شركته. ووزنه كمان. فاقصى اليمين خالص هتلاقي وزنه. تمام? يبقى دي كل البيانات. لو انا عايز اشتري العمود ده. مجرد ان احط البيانات اللي في اللي فاتت. بتاعت الجيربوكس. واحط الرقم ده اقدر اشتريه على طول من الشركة بتاعته. طيب. حاجة تانية. هشتري الاولسيل. الاولسيل ده رقمه كام? في الحتة دي? رقم مية تتين وتلاتين. فيه منه كام واحد? واحد. طيب اسمه ايه? اسمه السيل. اللي ما قاسه الاولسيل ده خمسة وتلاتين في سبعة واربعين في سبعة. دخلي في خارجي في التخانة. وبعدين جنبيها موصفة الاولسيل واحنا شرحناها في فيديوهات الاولسيل قبل كده. اللي هو الخامة بتاعته وشكل السيل بتاعه وشكل الشفة القطع بتاعته. وبعدين بعد كده نحط اه رقم في شركته. طيب ايه كمان? لو احنا هناخد رقم كمان هنا قلق وهو رقم ربعمية واتنين. ربعمية واتنين ده ايه? ده بتاع المرحلة التانية. اهو ايه ده ربعمية واتنين اهو. بتاع المرحلة التانية. اسمه ايه? ورمزه مقساته ار مية وعشرة على اربعة وبعدين جنبيها رقم. ده تخص مين الكلام ده? يخص الشركة اللي هتورد لك الترس. تمام? وبعدين وزنه كام? وزنه تمانية واربعة من عشرة كيلو. طيب. آآ كده يبقى احنا شرحنا ازاي نطلب قطع غيار ازاي نفهم شوية مقدمة ازاي نفهم الرسمة ونشوفكم الله ان شاء الله في فيديو تاني.